اعتداء على الصحافة والسياسة بطلقة واحدة هذا ما كشفت عنه عملية اغتيال زكية السقلدي القيادي في تجمع اصلاح الظالع وعضو نقابة الصحفيين الامر الذي زاد من حالة القلق على حياة الصحفيين والمنتمين للاصلاح عملية اغتيال السقلدي التي تمت مساء الخامس من اكتوبر الحالي اعتبرها اصلاح الظالع استهدافا لرجال الفكر والقلم محملا اصحاب الخطابات التحريضية ضد الاصلاح المسئولية بينما عد موقع المصدر نت اغتيال مراسله جزءا من مسلسل اسكات صوت الحقيقة فيما اكدت نقابة الصحفيين بعدا ان الاغتيال يأتي كنتيجة لخطاب كراهية ذهب ضحيته صحفي لا يملك غير قلمه خطاب الكراهية ضد الاصلاح في عدن ومحافظات جنوبية حصد الكثير من نشطاء وسياسي الحزب فجريمة اغتيال السقلدي حدثت بعد يوم واحد من محاولة اغتيال القياد عادل القاضي وبعد يومين من اغتيال القياد محمد الشقينة بمدينة عدن كانت عدن قد شهدت عمليات اغتيالات استهدفت كوادر الاصلاح السياسية والخيرية منها حادثة اغتيال علي الدعوسي ومحاولة اغتيال دبوان غالب ولاحظ مراقبون ان المستهدثين جلهم من المقاومين لميليشيا الحوثي والمشاركين في تحرير عدن ومن الموالين للشرعية تبدو عمليات الاغتيالات المستمرة لكوادر اصلاح الجنوب بنظر محللين كسياسة ممنهجة تستهدف الاصلاح ضمن توجه اقليمي لاستيصاله في الوقت الذي تتهم فيه اصوات معارضة ما تسميه بالميليشيات التابعة للامارات بضرب القوة المدنية للاصلاح بهدف اضعاف الحاضنة الاجتماعية للشرعية